كان الولد خرج من بداية العطلة في المدرسة في النهار دي لحد كان يعمل مع سيد وقال لم يجيش للدار عنده 14 عام قلت لكم تشوفوا الحالة دي لوادي دي لوادي دي لوادي ماشي من دي الأطفال دي لالشوارع الولد جت العطلة ما عرفت كيف يقع له تقلب لم يجيش للدار ولم يجيش تشوفوا 15 يوم تقريبا شي كي أكد لي بأنه في سبتة يعني بغي يحرك في كاس طيوخه وشي كي أكد لي بأنه هنا يفطان جاو وبالضبط في مسنانة في واحد جيه يقولوا خندق الرمان اكتشفت مؤخرا وثاني بأن ركينا واحد عصابة موجودة في هذا خندق الرمان بالضبط أنا ركزولي مجموعة الناس على خندق الرمان وقالوا لي ودي كي نراها كي نواحد العصابة سامعين شي عصابة كينا وكتستغل الأولاد في حال هادو يعني الأطفال القاصيرين يعني كيعلمهم السارقة ويجيبولهم يعني الفلوس وكمولهم بالأسلحة يعني البيضاء اللي هو يعني الموس والسكين ولكوتية حالي كنعرفو مقابل أنهم اللي غادي يسرقوا ويجيبولهم غيعطيوهم يعني المخدرات والسيليسيون ويشموا وهدي عاد باش يقدروا يحرقوا يعني أنا عمري ما كتشفت به بأنه يعني القروا كعملوا في دقموا لأن أنا كنقول لكم الولد مدراسة كيمشي مدراسة وكيجي للدار يعني إلى خرج ذيك العطلات كيمشي يخدم عند الناس كاسابارات كيعرفوه أولا في ذلك ترانسبورات كينقل مع الناس يعني مع عمري كتشفت بأنه كيكمي أولا كيلتجأل هاد المخدرات والاحتمال الثاني يعني كنظن أنه يكون حرق هاد اللي كنقول أنا أولا كعمل محاولات ذيك شي اللي اللي سمعت و اللي قالوا للبارح أنا بدي كنت في هذا باب سبتاو قالوا راكاين هنا يا ومعرفتي دابا أنا وش هو فعلا في ذيك باب سبتاو أولا في ذيك تجي هاد مسنانة أنا معرفتي دابا اللي كان طلب منكم أنكم يعني تبحتوا معايا راهي لمشا دابا ولدي لكن فعلا هاد المجموعة كيناولا هاد العصابة كينا فحال لي كيقولوا ومشا الإبن ديالي راه غدا ولا بعدو غايمشيد واحد آخر كانت منا أنك إلا كنتي كتسمعني أولا كتشوفني يا نادير رجع فحالك للدار إلا كنتي كتسمعني أولا كتشوفني رجع للدار رجع للدار يعني تنا ماشي ورد نسانقة تنا عارف مربي فالدار مربي فوسط خوتك وباقي كتقول لي يا أمي يا عوط دهان لي يا أمي عطيني يا أمي يعني ماشي من ديك النوع رجع نادير للدار هذا اللي كانت سمنا منه لكن كنتي كتسمعني أولا شي حد كي عارفو اسمعني إي وصلالو أخوتك كمني كي ساقسي وصيراج توحشك يقول لي في نوع أمي نادير نقيل نها نخرج ونفتشع لك من اللي كان نجي كي ساقسي وني كتلقوني في الباب جاء أمي نادير جاء نادير في نوع في خليته أنا نادير رجع بحالك رجع بحالك وبكرة معصب وما بقى كي قدر لي خرج يخدم ولا يعمل حتى شي حاجة خليته مريد كي قيل في الدار قدر شي يخرج وما بغيت هذه الحالة أنا نسمح فوتك بستبيهم والخروج ونفتشع لك وما بغيت يا إيدا تكارفصني وكتكارفص راسك أنا نادير مضييع عشي مدراسة ديالك من اللي تكبر وتعمل وراق ديالك أنا نسفتك أنا أجي كم القرية ديالك قبل مضييع العام أجي الله يردع لك أجي كتوبة ديالك بقي انتما والماليطة والعوركي ساقسي وعليك الأستاذة قالت عشي مبقى شي كي يجي هاد الولده هذا رجعتين كتشوفها جارانيا كاتبكي كتسمع اسم كاتب خاتبكي